نقل مع علي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وخالص تمنياتهم لسموه بمنفور الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء جاء ذلك خلال حضور معالي وزير الخارجية لحفل العشاء الذي أقامه سمو أمير دولة قطر لأصحاب السمو والمعالي رؤساء وفود الدول العربية المشاركين في اجتماعات دورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك اشتركوا في القناة